طلابي الأعزاء في مساق علم النفس العام أصعد الله أوقاتكم وبعد اليوم نحن نكمل بقية محاضراتنا يمكن نحن آخر مرة حكينا فيها عن العمليات العقلية المعرفية وهي العمليات التي تتم في العقل الآن بدي أحكي لكم ملاحظة أنه الشيء اللي أنا بتكلم فيه في الفيديو هو اللي حييجي في الامتحان إحنا هل جيت حنتكلم يعني حنتجاوز بعض مش حنوخذ يعني أخذنا الإحساس الانتباه الإدراك حنوخذ اليوم اللي هي بوضعين اللي هي التفكير والتعلم والتذكر خلينا نتكلم في هذه المحاضرة عن اللي هو التفكير والتفكير هو حييجي إن شاء الله في الامتحان النهائي التفكير بفهوم التفكير كعملية من العمليات العقلية هو في أبسط تعريفه عبارة عن سلسلة من نشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمتير يمكن استقباله عن طريق واحدة وأكثر من الحواس الخمسة وهو في معناه الواسع عملية بحث عن معنى في الوقف أو الخبر يعني هو تفكير يفكر الفرد يبدأ بالتفكير عادة عندما لا يعرف ما الذي يجب عمله بالتحديد يعني شوف التعريفات المختلفة ونشاط عقلي يقوم به الكائن يعني لو سألك كيف بتفكر نشاط عقلي يقوم به الكائن الحي لما يواجه مشكلة أو يرغب في التحقيق هدف أقول لك هات تنفكر مثلا بصوت عالي هات تنفكر بصوت كبير وهو مفهم مجرد كالعدالة والظلم والحقد والشجاعة لأن النشاطات التي يقوم بها الدماغ عند التفكير هي نشاطات غير مرئية وغير ملموسة يعني ممكن يجينا سؤال صح وغلط إنه هذه النشاطات غير مرئية وغير ملموسة وما نلمسه في الواقع ليس إلا نواتج عن فعل التفكير الفرق بين التفكير ومهارات التفكير لاحظوا التفكير هو عملية كلية يقوم عن طريقها بمعالجة عمليات المدخلات الحسية كل شيء ندخله بنعالجه والمعلومات المترجمة لتكوين الأفكار أو استدلالها أو الحكم عليها وهي عملية غير مفهومة تماما وتتضمن الإدراك والخبرة السابقة أو المعالجة الواعية والاحتضان والحدث الحدث هو الرؤية العقلية المباشرة يعني الفطنة بيسموها أو الذكاء طبيعي لكن ما هي مهارات التفكير؟ مهارات التفكير هي ببارة عن عمليات محددة نمارسها ونستخدمها عن قصد في معالجة المعلومات مثلا مهارة تحديد المشكلة وإيجاد الفرضيات غير المذكورة في النص أو تقويم قوة الدليل أو الادعاء لتوضيح العلاقة بين التفكير ومهارات يمكن عقد مقارنة على سبيل المجاز بين التفكير ولعب كرة المضرب اللي هي التنس الأرضي فلعبة التنس تتألف من مهارات محددة كثيرة مثل أول شيء بنرمي البداية والرمي الإسقاطية إلى آخره ويسهل كل منها في تحديد مستوى اللعب أو جودته لذلك التفكير يتألف من مهارات متعددة تسهم إيجادة كل منها في معالجة عملية أو في فعالية عملية التفكير ويتطلب التفكير تكاملا بين مهارات معينة ضمن استراتيجية كلية في موقع معين لتحقيق هدف ما إذن التفكير هو أي عملية أو نشاط يحدث في عقل الإنسان في ناس بقولوا التفكير هو عبارة عن اللغة الغير منطوقة اللغة الغير منطوقة يعني إحنا بنفكر بصمت التفكير ما هي الأغراض من وراء عملية التفكير أو ماذا يمكن أن نحقق من عملية التفكير أول حاجة الفهم والاستعاب يعني اللي ما بيفكر ما بيفهم ولا بيستوعب تخاذ القرار التخطيط لحل المشكلات تحقيق الأهداف وإشباع الحاجات الحكم على الأشياء كحكم عقلي كيف نحصل على المعرفة والتفكير بالشكل القديم قديما كان عن طريق الخبرة والحواس والاتفاق مع الآخرين المحاولة والخطأ هذه عملية عملية علماء النفس يعني تجارب كثير المحاولات المحاولة والخطأ لأنه اللي بيخطئ لما يحاول بيكون هو مفكر لكن اللي لا يخطئ بيكونش بيفكر القياس اللي هي الانتقال من المقدمات إلى النتائج الانتقال إلى المقدمات يعني في ريح اليوم إذا النتائج هيكون فيه أمطار الاستقراء انتقال الشواهد الجزئية للحكم الكل يعني الاستقراء يعني بشوف اللي حوليه باستقرأ الواقع يعني مثلا بشوف الناس فقيرة إذن فيه هناك رح يكون فيه مشاكل اجتماعية اللجوء لمصدر المعرفة العرف والدجل وشيخ القبيلة هيك كنا بنحكم هيك كنا زمان بنفكر يعني من خلال الدجل والعرف والعادات والتقالي طيب شو هي خصائص التفكير التفكير يتميز بالآتي التفكير سلوك هادف لا يحدث في فراغ وبلا هدف التفكير سلوك تطور يزداد تعقيدا مع نمو الفرد وتتراكم خبراته التفكير الفعال هو الذي يستند إلى أفضل المعلومات الممكن توافرها الكمال في التفكير أمر غير ممكن في الواقع والتفكير الفعال غاية يمكن بلوغها بالتدريب يعني لما تفكر بشكل فعال لا بد أن تتدرب تفكير يتشكل من تداخل عناصر المحيط التي تضم الزمان لزمان فترة التفكير والمواقف أو الموقف والمناسبة والموضوع الذي يدور حوله عملية التفكير تفكير يحدث بأنماط مختلفة لفظ رمز مكان أو شكل طيب في عندنا مستويات للتفكير الباحثون يقولوا أن مستوى التعقيد في التفكير يرجع بصورة أساسية إلى مستوى الصعوبة والتي هي التجريد المهمة المطلوبة أو ما يعرف بالمثيان لذلك فرقوا في مجال التفكير بين مستويين هما التفكير الأساسي أو ذو المستوى الأدنى والتفكير المركب أو ذو المستوى المركب ما هو التفكير الأساسي؟ ممكن يقول في الامتحان تفكير استعريفه عدد من المهارات منها المعرفية اكتسابها وتذكرها والملاحظة والمقارنة والتصنيف وهي مهارات من الضروري إيجادتها قبل أن يصبح الانتقال ممكن لمواجهة مستويات التفكير أما التفكير المركب فيتميز بالتالي لا يمكن تحديد خط السير بصورة وافية بمعزل عن عملية تحليل المشكلة مركب يعني معقد كومبليكس اجتمل على حلول مركبة أو متعددة يتضمن إصدار حكم استخدم معايير متعددة يحتاج إلى مجهود يؤسس معنى للموقف طيب كيف تطور التفكير عند الأطفال بالنسبة للأطفال بنقول يتطور التفكير عندهم بتأثر العوامل البيئية والوراثية يعني الوراثي بتأثر على الطفل والبيئة بتأثر على الطفل ويتم تطور عمليات العقلية والأبنية المعرفية بصورة ممتظمة أو متسارعة وتزداد تعقيدا وتشابكا مع التقدم في مستوى النضج والتعلم ويشير أحد الباحثين على أن الكمال في التفكير أمر بعيد المنال وأن إيجاد حل مرضي كل مشكلة أمر ممكن وأن الشخص الذي يتوقع إيجاد حل كل مشكلة واتخاذ القرار الصائب في كل مرة هو شخص واقعي يعني إذا أردنا أن نعرف شيء لا بد أن نفكر والأطفال يعني الوراث والبيئة هي اللي بتأثر على تفكيرهم وطرق تفكيرهم تصنيف التفكير من حيث الفعلية يمكن تصنيف التفكير من حيث الفعلية نوعين واحد تفكير فعال وهو نوع يتحقق فيه شرطان التفكير الفعال لازم يكون فيه أساليب ومنهجية سليمة بشكل ماقول يعني ما يكونش عشوائي أو غير علمي تستخدم فيه أفضل المعلومات المتوافرة من حيث دقتها وكفاية تتبع فيه أساليب ومنهجية سليمة بشكل معقول تستخدم فيه أفضل المعلومات المتوافرة هذا إيش اللي هو التفكير الفعال اللي احنا بنسميه التفكير الفعال وهذا النوع من التفكير يتطلب التدريب كأساس لفهم الأساليب من جهة وتطوير المهارات من جهة أخرى وإلى جانب ذلك يجب أن يتوافر فيه عدد من التوجهات الشخصية التي يمكن تطويرها بالتدريب يعني كل تفكير يحتاج إلى تدريب الآن لتدعيم برنامج تعليم مهارات التفكير فيه هناك توجهات كالتالي أول حاجة أول شيء لا بد أن نحدد الموضوع والمشكلة اثنين الحرص على متابعة الاطلاع الجيد استخدام مصادر موثوقة للمعلومات البحث عن عدة بدائل بديل بديلين ثلاثة البحث عن الأسباب وعرضها ليش في الأسباب اللي بتأدي لكذا وكذا المراجعة المتأنية من وجهات النظر المختلفة الانفتاع على الأفكار والمدخلات الجديدة الاستعداد لتعديل الموقف إصدار الأحكام عند توافر المعطيات هذا هو اللي احنا بنسميه التفكير الفعال أو التفكير الإيجابي يجب أن يعتبد على هذه التوجهات في عنا تفكير غير فعال وهو الذي لا يتبع منهجية واضحة ودقيقة ويبنى على مخالطات أو افتراضات باطلة أو حجج غير متصلة بالموضوع وهذه بعض السلوكيات المرتبطة بالتفكير غير فعال يعني لو قلت لك في الامتحان بجيب لي تفكير فعال وتفكير غير فعال مثلا التضليل وإساة استخدام الدعاية لتوجيه النقاش بعيدا عن الموضوع اللجوء إلى القوة بغرض إجهاض الفكرة تفكير غير فعال يعني واحد يصوت بأخذهم بالصوت إساة استخدام اللغة بقصد أو بغير قصد للابتعاد عن صلم المشكلة برضو تفكير غير فعال التردد في اتخاذ القرار المناسب برضو تفكير غير فعال اللجوء إلى حسم الموقف عن طريق صح أو خطأ يعني تقوله يا بتقولي صح أو غلط هذا تفكير غير فعال لا الإنسان حتى يعرف أن هناك صح لابد أن يفكر ويجب أن يعرف الغلط لابد أن يفكر مع إمكانية وجود عدة خيارات وضع فرضيات مخالفة للواقع يعني برضو تفكير غير فعال التبسيط الزائد للمشكلات المعقدة تفكير يعني فيه كثير ناس ببسط المشكلات إن كانت كبيرة أقولك تجلقش وبسيطة وبهمش هذا تفكير غير فعال طيب ما هي العوائق التي تعوق عملية التفكير أول شيء التعصب والتحيز دم يتعصب الإنسان لرأيه أو لموقفه أو لحزبي أو لحارته أو لعيلته أو قبيلته هذا عملية يعني اللي بيقوله عيلته هو الصح ولي بيقولوش الناس هو الغلط هذا غلط وإحنا كثير بنعاني من هذا الظاهرة ظاهرة التعصب والتحيز لأراءنا دين الغضب وسرعة الانفعال إنسان اللي بيغضب بسرعة تفكيره بيكون غير منطقي الأخطاء في الإدراك يعني تدرك الشيء الخطأ في الفهم يعني مثلا ممكن الإنسان يرتكب حماقة لأنه ما فهم بشكل صحيح لأنه لم يفكر من عواق عملية التفكير أيضا تشتت الانتباه وفقدان التركيز يعني الإنسان تلاقيه سارح ومفكرش وبركزش هذا بعيق عملية اللي هي التفكير إلا مبلاء وفقدان الإحساس برضو من العوامل التي بتعوق عملية التفكير يعني هيك بنكون إحنا خلصنا اليوم عملية من العمليات العقلية والتي أسميناها بالتفكير شكرا لكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح ومتابعة محاضراتنا إن شاء الله